اشتركوا في القناة 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 ثلاث اشياء او ثلاث امور بتفسد الاخوة بنا واحنا متفكر حضراتكم بها اتكلمنا عن الطمع اه في الدنيا وفي مقاين الناس اللي في حاجة اللي فييد الناس. اتكلمنا عن التدخل فيه خصوصيات الغير. اه والنهاردة ان شاء الله نكلم في المفسدة الرابعة حبيبي. يا ريت حضراتكم اللي انتم تركزهم معانا. ويا ريت حضراتكم تدوروا على القنوات. مش عشاني والله العظيم. انا فيه قنوات احسن مني الاف المرات. دوروا على الحاجات اللي تنفعكم. ربنا غضبان علينا. ربنا غضبان علينا بطريقة. وانا بنصح نفسي اولا. وبذكر نفسي اولا. ثم بذكركم ان اللي فينا ده كله غضب من ربنا. فيه اللي فقط امه. فيه اللي فقط اخته. فيه اللي فقط اخوه. فيه اللي فقط ابنه. يا جماعة. الدنيا لا هي. لا هي. اتمتعوا فيها على قدر المستطاع. بس ما تخلوش الحاجة دي تخليكم. تتناسل اخوة بينكم. تتناسل حاجة بتاعت زمان. الحاجة الكويسة. الحاجة اللي احنا كنا تربين عليها. اللي احنا مش لقيناها دلوقتي. يا جماعة انا بنصحكم وبقول لكم. الدنيا الدور مش عارفين هيبقى على مين بعد كده. يا ريت يا ريت يا ريت. ولا مال هينفع. ولا عيال هتنفع. ولا بيوت هتنفع. ولا اراضي هتنفع. ولا شغل ووظيفة هتنفع. احنا كسبب بس للرزق بنسعى وبنجري وبنعمل عشان نكمل الحياة بالصورة اللي ربنا اراضي فيها يرضى فيها علينا. احنا دور على حضراتكم. دي كانت مقدمة بسيطة. بس اعناها على اللي انا شايف في الفترة اللي فاتت. انا بقى لي اطلع عشرة ايام ما عملتش فيديوهات. الفيديوهات اللي انا نزلتها كانت فيديوهات قديمة وانا نزلتها كنت اعملها قبل كده. كان عندي حالة وفاء. عند فاصيوت. وعند حالة وفاء هنا في ضمنهور. ويا جماعة الحالات الوفاء تتقاصر. وتلاقي عند زميلي وعند جاري وعند ياريت ياريت تكملوا الفيديو للاخر عشان تستفادوا وتفيدوا غيركم. ياريت حضراتكم تشجعونا باللايك. ومشاركة الفيديوهات مع اكتر عدد من الناس عشان يستفيدهم. ولما اشتركش عندنا يبدأ يشترك ويروح يشترك ويفعل الجرس ان شاء الله عشان يوصل له كل جديد. ان شاء الله نكمل مع حضراتكم. نستكمل حبيبي الغليين. المفسادة الرابعة النهاردة ان شاء الله رب العالمين. اللي هي الاصغاء للنممين والحاسدين. الايام ديت وقبل كده قطر الغيبة وقطر النميمة وقطر الحساد. العالم اللي حتى لما بتلاقي فيه شخصين مع بعض كويسين. او ناس مع بعض كويسين. ما بيريحهمش الكلام ده هو. في واحد او واحدة تطبعها الحسد. هي عندها ربنا كريمها او كريم ده هوت. ورغم عن كده بتبص في اللي بايد غيرها. او هو بيبص في اللي بايد غيره. وطبعا ده مش الاسلام اللي قال عليه خالص. ودي حاجات بتفسد للاخر. بتبايدنا عن بعض. بتزود بيننا القرهة والتباغض. اه فاحنا انا حبيت اشرح واعرض حبيبي. احباء العزاء بالمفسادة الرابعة النهاردة. اللي هي الصغاء للنممين والحاسدين. اه فانا بقول ياريت من بدلش باللي احنا نصدق. ياريت اللي احنا اه من بدلش بتزديق كل ما يقال في اختي الاخوة من حولينا او اصحابنا او اصدقائنا. ونتصرح في اتهمهم. والاساءة ليهم بالخطأ. او ان نتعمد او ان انت بتعتمد على اشاعة مثلا حد. يعني انت بتتصرح في اتهامه بشيء معين. وتسيق ليه وتخطأ فيه. نتيجة اللي انت حد قال عليه كلمة كده او كده او كده نتيجة الاشاعة انت سمحتها. او حد نقل لك خبر عن طريق اللي احنا بنقول اه المبسادة الرابعة اللي هي الاسغال انما مين والحاسدين. اللي احنا لا نتصرح في الاتهام اللي اخرين او الاخوة من حولينا او اصحابنا او اصدقائنا. با اه نتهمهم نتصرح في اتهمهم باو نسيق ليهم او نخطأ في حقهم. نتيجة اللي احنا بنعتمد على اشاعة حد كان الهنة من برا. اه لان للناس المحبين لبعض يا حبيبي هتلاقي فيه كثير من. اه بنقول ان المبسادة الرابعة اللي احنا نتكلم عليها بعد ما اتكلمنا على المقدمة هي الاسغال للممامين والحاسدين. بمعنى ايه? بمعنى اللي احنا بنبادر ومنصدق كل ما يقال في اخيك او في صديقك او في صحبك. ونتصرح في اتهمهم بسرعة من غير اللي احنا بنرجع ونعرف ونشوف ونتفحص كويس هل اللي نقل الكلام ده هو عن طريق الاشاعة اه او عن طريق اه نقل الكلام من هنا الهنا. هل الكلام ده صح في اخوتنا في اخينا في صديقنا في صاحبنا في اختنا كده? ولا لا? لان احنا عارفين يا حبيبي اه فيه ناس الناس بتكره اللي اتنين يكونوا مع بعض كده هوت. فيه اتنين اصدقاء على اليوتيوب بقوا حلوين مع بعض الناس بتكره الناس بتشجع بعض وتخش البعض وتحب بعض وتتكلم مع بعض الكلام كويس فيه ناس بتكره كده. واحنا عارفين ما اكثر الناس بتعمل الكلام ده هوت. هتلاقي فيه ناس عندها غيرة شديدة اللي هم مش عايزين يرؤوا قدامهم علاقة بين شخصين مكملة لحد الاخر ولا يهدأ لهم بال الا اذا كانوا هم يعكننهم ويخشوا لحد ما يحصل انفصال بين الشخصين دول باي طريق بطريق مباشر او بطريق غير مباشر. اه ولن له ولا تسمع فيه قول حاسد وكاشح. يعني اللي انت في اخوك طالما هو قويس معاك وحبيبك وتمام وخليك لين معا وسهل في الكلام وسهل في المعاملة وما تسمعش قول اي حاسد انت عارف اللي ده هوت بيحسدكم وهو انت عارف عن طريقه بيحصل الكلام ده هوت او كاشح اللي هو عدو ليكم ومتربس ليكم في كل حاجة. اه بيقول ايضا اه اه غدا يأتيك اجله فيقفك فقده. يعني انت مستني لما انت تبعد عن الاخ ده هوت وبعد كده يجي لك فقد ليه. وبعد كده بيقول لك كيف تبكيه بعد الموت وفي الحياة تركت وصله. معنى انك لو اعتبت اخوك دلوقتي خير من انك تكون فقد وقول لك اللي فلان الفلان ده هوت توفاه الله. فانت ترجح تحزن عليه وتبكيه بعد ايه بعد فوات الاوان فبودر ده بيعلمنا حاجة. وهي لسا بيقول لك اطع اخاك ولنه ولا تسمع فيه قول حاسد وكاشح. غدا يأتيك اجله فيقفك فقده فكيف تبكيه بعد الموت وفي الحياة تركت وصله. يا ريتها حبيبي الكلمتين دولة نحطهم حلقة في ودنة. احنا الناس الصحابة والتابعين احنا تعلمنا منهم كتير وبناخد بعد الله ورسول الله بناخد باقوال الناس الحلوة ودية اللي عاشت بالحب والاخاء بينها وبين بعضهم. من الامور الهمة اللي احنا ننتبه اليها يا حبيبي. اللي انت قد تكون سبب في اصارة الاعداء والحاسدين والكارهين بسبب شدة اظهارك لحب صاحبك امامهم. يعني انا ما نجيش على اليوتيوب دلوقتي وانا في حفلة من الحفلات مع ايه ونظهر حب الشديد لفلان واحد معين. انا ما نحبه اهلا نرحب به. تمام. انش عارف هيه. وحشترك. لكن قطر الازهار حبي ليه بيخلي فيه ناس في قلب الحفلة. قلبها بيتقبض. اه دولة كويسين لي مع بعض. فيه ناس كده. فيه نوايات كده. فانا حبيت لانا اقول لكم المفسدة الرابعة اللي احنا نازم نبعد عنها. اللي احنا ما نصغاش للنمامين. وما نديش فرصة للحاسدين. واحنا بنظن اللي احنا. اه الكلام ده بيصر الناس اللي موجدين. احنا متكرم على اليوتيوب. اه وعلى الحياة اللي عنا. اه بنظن الكلام ده هوات بيصرهم. وانت بتعتقد انهم بيحبوك. بيحبوا الشخص اللي انت بتحبه ده هوات كما انت بتحبه. وتتفاجأ من كلامك. ان صاحبك اه بتتفاجأ بعد كده هوات. بتتفاجأ حبيبي بتتفاجأ بعد كده. بكتر انت بقى بترحب بيه وبتحبه وبتبيلهم اللي انت بتحبه. اللي هما الكلام ده هوات اه بيعمل ايه بيغير قلوبهم من ناحيته. وبيحدث ذلك في انفسهم غيره او حسد من صاحبك اللي انت بتحبه او من صاحبتك اللي انت بتحبيها. فيا ريت اللي احنا نكون حكماء في التعبير عما شاعرنا نحو اه اخواتنا اللي احنا بنحبوهم في الله او اصحابنا او اصدقائنا اللي احنا دايما بنحبهم اه في حضور الاخرين من منزودش الحاجة عن حدها لان اللي بيزيد عن حده بينقالب بنبى ببيت واحد. ونبى عائلة مع بعض بيت كتريح بيت ريح بيت. ورغم عن كده احنا بنقطع الارحام. وحنا عارفين اللي الرحم موصول بعرش الرحمن. الله سبحانه وتعالى بيقول من وصلتي وصلته ومن قطعتي قطعته. اه وان الله تعالى اذا قارب بين القلوب. لم يزحزحها شيء. وقال ايه عن سيدنا ابن عباس. لو انفقت ما في الارض جميعا ما اللفت بين قلوبهم. صدق الله العظيم. الاية ديت من سورة الانفال. وديكت نهاية حلوة للفيديو بتاعنا. يا ريت حضراتكم نرجع للمفسدات الاخوة. احنا اتكلمنا عن ثلاثة قبل كده. وديكت المفسدات الرابعة اللي هي لا نصغل للنممين. والناس اللي بتنم. وتتكلم عن الاخرين. وتتكلم في اشياء مش كويسة. اه ويا ريت اللي احنا نرجع صح ربنا. وفي اخر ايه حاجة ختمتها بالايه. لو انفقت ما في الارض جميعا ما اللفت بين قلوبهم. ان الله سبحانه وتعالى هو اللي يؤلف بينه قلوب. فيا ريت حبيبي حبيبي تكونوا استفدتم من الفيديو. اه شكرا لحضراتكم على الاستماع. كان معكم ابو زياد من قناة شاهدوها متعلم منوعات على يوتيوب. شجعونا ودعمونا حبيبي عشان يوصل اه لاكتر عدد من الاحبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.